بيبدأ الفيلم بالبنت دي وشكلها كده خايفة من حاجة وفجأة بيطلع عليها كلب بيجري وراها بسرع جدا بس بتجرب منه وبتنط من فوق السلج وبيباني انها مدربة وبعدين بتمسك المسدس ده بس فجأة بيطلع عليها ابوها وياخدوا منها وكده بتكون فشلت في الاختبار وبكده عرفنا ان رابل ده ابوها وكان بيمرانها عن نجاة وبعدين بيكونوا في البيت وبنعرف ان امها ميتة وبيتهم القديم اتحرق وما تبقاش اي ذكرات ليهم وبعدين بتقولوا انا هروح المدينة فقالها لأ قلت له انا بالي اما ما روحتش قالها عشان مش بتنجحي في اختبارات النجاة اللي بعملها لك وبعدين بتيجي هرناندز ودي شكلها كده بتشتري منه زرع لانه مزارع وبعدين بتقولوا هات فينيكس اللي هي البنت الصغيرة خليها تيجي معايا المدينة لانها ما رحتش بقى لها ياما فقالها لأ قلت له ما تفضلش اقفل عليها كده واقناعته بالفعل واذي وبعتها معيها وبتسيبها في الجنينة شوية مع كلبها وبترجع لها بعد شوية وقبل ما يروحوا فينيكس بتقولها عايزة ادخل لحمام فبتروحوا بتسيبت كلب بره وجوه بيطلع لها الراجل ده فبتخاف منه مع انه ما عملش حاجة وبتقول له لو عملتلي حاجة هخالي الكلب يموت فبقول لها انا اسف لو خوفت قلو مين قالك اني خايفة بسيكة كده وطلعت راكبت مع هرنانديز العربية ومشي بس التاني بيقوم راكب هو كمان عربية مع ناس تابعه ويطلعوا وراهم بعدين بترجع فينيكس لابوها وبالليل بتكون هرنانديز وقفة بالعربية وبطلع عربية وقفة قدامها فبتنزل عشان تقول لسوا ايه بعد عن الطريق عشان تمشي منلاقي انه نفس الشخص اللي كان في الحمام وفينيكس هددته بالكلب فبيتكلموا وبنعرف انهم كلهم كانوا في الجيش وقوات خاصة كمان فبترجع للعربية ولسه بدأ تمشي بيطلع واحد من رجالته كان ما استخبف عربيتها بيخلقها وبيكسر دماغها بالشاكوش وهنا بيكون الراجل اهمة بيدخل لفينيكس كوتب وبيقول لها على الحصص بتاعت السنة دي فأيطلع انا عايز اروح مدرسة بجد فقال لها ادراسة في البيت اكتر امنا انا مش عايزك تديعي مني زي ما بنتي دعيت قبل كده بيطلعوا بالسنة وحيدة وعايزة كله اصحاب فقال لها انا موجود اكتل انت مش كفاية وانا حاسة بالوحدة فمش بيرد وبيخر بعدين بيجيب اكتل الكلب وبيطلع عشان يشوفو مش بيلاقيه وبيكون الناس دي دخلت بيته بس هو مش شايفهم طبعا ولسه مش حاسس بيهم وطبعا هم هدفهم انهم ياخدوا فينيكس بس هي برضو مش سهلة بتوعد تستخبأ وتتنقل من حتة للتانية عشان ما حدش يعرف مكانها ولا حد يعرف يمسكها وهنا بيكون الراجل اللي اعمل على الكلب بس الاسف ميت مضروب بالنور وهنا بتكون فينيكس خلاصة تفتح الباب وتخرج بس بيجيب على الولا اللي قتل هرنانديز وبيكون مسبتها بالمسدس بس ابقى بيرجع وبيحاول يخنقه في الباب بس بيهرب منه بعد ما بيعرف كده وبنت بتجري بتخش صندوق حديث كده وبتقفل على نفسها وابوه هو كمان بيبعد عشان يعالج الجرح وبيقفل الجرح بالصمغ وبيجي له واحد منهم بيومخنه وبيقفلوا مداخل التنفس بتاعته بالصمغ برضه بس بيجي صاحبه يلحقه وبيفتح له فتحة في خده عشان يتنفس منه وبعدين بيطعبوه عشان يفتحه وهنا بيعرفوا ان هو كمان كان في الجيش في البحرية وبعدين ابقى بينزل للحتة اللي فيها البنت والراجل اللي معها وبيقفل الباب عشان صحابه ما يعرفوش يساعدوه وبيكون مالي الصندوق اللي البنت فيه ماية وبيهددها انه على كهرباء لو ما تلقتش وبيجي ابوها وبيحدف عليها مبوبة غاز عشان ما يعرفش يستخدم السلاح وبيبدأوا اضرابه بعض بالايد لقات ما بيقوم مولع فيه بالكهرباء والغاز وبيموته بتكون لسه البنت جوا والماء غطيتها بس بالحق قبل ما تغرق وبيكون الناس دي مكلمين اتنين كمان جايين ومعاهم كلب ومنهم الراجل ده وبيخشوا القبو بس بيكون البنت وابوها هربوا وبيلقوا صاحبهم بعد اللي حصلوا وبيوصلوا لها وراجل ده بيحكي له على الحقيقة وهي ان الراجل العجوز ده مش ابوها هو اللي ابوها وكان مسجون 8 سنين بسبب ان بيتهم حصل فيه حريق والحكومة حزبته عليه وراجل ده لقاكي ورباكي على اساس انك بنته بعدين قال رجالته ياخده يقتلوه بره عشان البنت الصغيرة بس طبع ان الراجل ماستسلمش اوي كده وهرب منه وبياخدوا البنت عشان يودوها العربية بس بتضربه في رجله ولسه هيدرابها بيطلع راجل عجوز يقتلوه قدامها فبتصرخ فبيسمعوا صوتها وبيجوا على المكان بيلاقوا صاحبهم التاني مقتول فبيروح يجيبوا الكلب واول ما بيشوفوا الكلب بيخليها تهرب من الشباك وبيقعد يهرب منه وبيسيطر عليه بالسل كده لغات ما بيجيلوا الفرصة ان يقتلوا بس ما بيرضاش يعمل كده وفينيكس بتتمسك فبتصرخ وراجل عجوز بيسمع صوتها فبيقوم حابس الكلب وصايبه وماشي وبعدين بيولعوا في البيت كله بالملوتوف بالرغم من ان كلبهم جوا بس كانوا فاكرينه مات فبيقوم بيطلع الكلب وبيحاول يخرج هو كمان لغات ما بيطلع من هنا وبتكون الناس خدوا فينيكس وبيتوا كله ولع وبتصعى فينيكس بتلاقي نفسها مع ابوها الحقيقي ده بيقول لها على كل المعلومات اللي ما كانتش تعرفها اسمها الحقيقي واللي هو طارة وتاريخ ميلادها واسمه امها وباللقى انت هنا مش في سجن زي هناك اللي عايزة تمشي براحتي فبتكون ماشية فعلا مفاجأة الستي ديت بتلع لها وبتغني لها اغنية مألوف عليها وبعدين بتعرف انها امها واسمع جوز فين فطبع مش بتمشي وبتقعد معها وبعدين هم عادين وبتفرجوا على صورهم بتاعت زمان بتطلع ده من مبقاها وبتحكي لها لما بيتهم اتحرق كان عندهم قوضة فيها كيمويات ولما اتحرق الدخين الكيمويات تسمم جسمها وقدل ضرر كبير في قلبها وهي تعتبر بتحتضر حاليا والحل الوحيد انها تاخد قلبها زي ما الدكتور قال وتلعوه حط لها منوم في العصير وعملين حسابه وبعدين بيفوق الراجل عجوز بعد ما بيته ولع كله وباللقى العربية اللي ادبحت فيها هرناندز وبيزل عليها جدا وبعدين بياخد شوية اسلحة والكلب وبيخلي الكلب يوجهه لمكانه وبيكونوا لسه يبدأ عملية نال القلب اللي عايزين يعملوها دي وفجأة النور بيته عليهم وبيروح عشان يشغل الكهرباء وبيلاقي راجل عجوزيني وبيبدأوا يدربوا بعض بس طبعا عمامير الزلام ده هو اللي بيته ورئيسهم بيعرف انه موجود لما بيشوف الكلب وبيؤدي الرجالة كلها عشان تيتله بس بيكون مرقادلهم على خط وبيموتهم كلهم معادة واحد بيقول له انا مش راضي باللي هم بيعملوه وهما دلوقتي باخدين البنت ومشيين وبيدلوه على مكانه فبيسيبه وبعدين هما ماشيين الدكتور اللي معاهم بقول له انا مليش دعوة انا هاره وبعد ديالعطول بيلقوه معطوله جنبه علب بتطلع دخانه عشان ما حدش يبقى شايفه وبعد يدرب نارع شوائه عشان تيجي فيه وبعد ما الدخان بيروح بيلاقي امراته واخده طلعه وبتموت والكرسي بيمشي بيهم لانها مش متحكمة فيه طبعا بتكون اعطقع من فوقها هي وفينيكس بس فينيكس بتمسك في اخر لحظة وبتقدع يدهم مها قبل ما تقعب بس بتقع في الاخر والكلب بياجم عليها عشان يبعد عن الراجل العجوز واقول ما بيحبسه وبيلف بيلقي الراجل مستنيه وبيقول له دلوقتي يا حواريك اللي انا شايفه وبيمسك دماغه وبيخرم عينيه وبعدين بيتكلم مع فينيكس بيقول لها كل اللي قاله صحيح وانا مستحقش انك تكوني معايا وبعدين انا هتقول بيلقي سكينة في ظهره من الراجل التاني ولسه هتباعه هو كمان بيلقي سكينة في ظهره ومن مين من بنته وبيقع جنب مراته وفينيكس بتحاول تلحي الراجل العجوز بس بيموت وتقطع عاية عليه وبيخلص في المنين سلام